يقول أبو العلاء المعري في بيتين له يقول لو نطق الدهر هجاء أهله كأنه الرومي أو دعبل هكذا يضرب به المثل في الهجاء يضرب به وبالرومي لو نطق الدهر هجاء أهله كأنه الرومي أو دعبل وهو لعمري شاعر مغرز بالفعل لكن لفظه مجبل أيضا يقول عباس محمود العقاد يقول أخرج القرن الثالث للهجرة شاعرين هجائين هما أشهر الهجائين في أدب العصور الإسلامية عامة أحدهما ابن الرومي والآخر دعبل الخزاعي هاجي الخلفاء والأمراء وهاجي الناس جميعا والقائل إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا من حدة هجاء دعبل واسترخاصه حياته لم يستطع الذين هجاهم لم يستطيعوا أن يردوا عليه خوفا من لسانه ما كانوا يطيقون الرد عليه إلا بالتخطيط لقتله أما أن يبادلوه الهجاء فلا لأن الذين جربوا ذلك ندموا يقول ابن المعتز في كتابه طبقات الشعراء يقول قيل للوزير محمد بن عبد الملك الزيات أحد الوزراء وزراء الدولة لما لا تجيب دعبلا عن قصيدته التي هجاك فيها قال إن دعبلا جعل خشبته على عنقه يدور بها يطلب من يصلبه بها دون أن يبالي لهذا ما كانوا يجرؤون على أن يردوا عليه وإنما كانوا يبحثون عن من يصلب دعبلا أو عن كيفية صلب دعبلا على خشبته التي كان يدور بها ويحملها على كتف نعم كان هذا الرجل خصما لدودا لأئمة الباطل وخلفاء الجور والملوك كان شريفا ولذا لم يكن كسائر الشعراء الآخرين الذين كانوا ينظمون الأبيات في مدح الملوك والخلفاء والرؤساء حتى ينالوا منهم الجوائز إنما كان دعبل يمدح آل محمد عليهم السلام فقط وفقط أما من سواهم فكان يهجوه قيل له ذات مرة لأي شيء لا تمدح الملوك فقال لأن متح أمثالهم إنما هو للطمع في جوائزهم وأنا لا طمع لي فيها أنا عندي رسالة أخرى لعل أعظم ما يوقفنا على المقام الذي وصل إليه هذا الرجل هو ما حضي به من سيدنا ومولانا الإمام الرضا صلوات الله عليه حين أنشد دعبل في حضرته قصيدته التائية الخالدة مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات حين أنشد دعبل قصيدته هذه في محضر الإمام الرضا عليه السلام الإمام بكى بكاء شديدا وقال له يا خزاعي نطق روح القدس على لسانك وقال له ثلاث مرات أحسنت أحسنت يا دعبل أحسنت يا دعبل أحسنت يا دعبل ثم بعد ذلك أرسل له مع خادمه سرة فيها عشرة آلاف درهم رضوي أي عشرة آلاف درهم مضروب عليها اسم الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه طبعا دعبل رد هذا المال مؤكدا أنه لا يريد المال وإنما أراد بقصيدته نصرة آل الرسول صلوات الله عليه ترجمة نانسي قنقر